فترة هدوء لن تطول كثيراً أزمة الملاحة التي أشعلها الحوثيون في البحر الأحمر تتصاعد وتنظر بتأخر الشحنات وحتى في ارتفاع أسعارها هجمات الحوثيين عطلت طريقاً تجارياً رئيسياً يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس فيما المصدرون يبحثون عن الحلول والبدائل لإيصال السلع بعض الشركات سريعة الحركة تحاول بالفعل التحول إلى ما يسمى بالنقل المتعدد الوسائط ولت يمكن أن يشمل طريقتين أو حتى أكثر من وسائل النقل فالطلب زاد على الطرق الجوية والبحرية المشتركة للسلع السهلاكية أحد المصارات يشمل نقل البضاع أولاً عن طريق البحر إلى موانئ عالمية ومن ثم نقلها بالطائرات هذا الطريق البديل يجنب العملاء منطقة الخطر في البحر الأحمر وفي الوقت نفسه الرحلة الطويلة حول الطرف الجنوب لأفريقيا أي عبر رأس الرجاء الصالح والتي قد تصل لثلاثين يوماً إضافياً لكن هنا تكليف تزيد بأضعاف مضاعفة فنقل البضائع عن طريق الجو كلفته أكثر بنحو خمسة إلى خمسة عشر ضعفاً مقارنة مع النقل البحري حل آني وليس جذرياً قد يستخدم للسلع العاجلة أو الحرجة ولإعادة الاستقرار وحماية حركة التجارة في البحر الأحمر تجهز الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً بحرياً يشمل أكثر من عشرين دولة حتى هذه اللحظة المشاركة في التحالف تفضل دول عدة إبقاءها سرية حيث ستسهم كل منها بما تستطيع بعضها قد يقدم سفناً وأخرى أفراداً أو أنواع أخرى من الدعم ترجمة نانسي قنقر